اشتركوا في القناة يعني بيوصلوا خمس سلاف جنيه سبع تلاف جنيه عشر تلاف جنيه لما غلي وبعدين بدأ يزيد 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 عشرين الف وتلاتين واكده وبعدين بدأت الأزهار تطلع فبقى أكتر حج ويتعمل ايه ميت الف ثمانين الف وبعدين ميت الف جنيه اتكلمكم على أغلى أنواع الحج لهو ميت الف جنيه يا نا ميت الف جنيه حج بميت الف النهاردة أخبار الحج ايه اليوم الحج ربنا تقبل يا رب وحج مبرور وزنب مغفور بإذن الله تعالى لضيوف الرحمن أقل حج هذا العام مية خمسة وسبعين الف جنيه تاني أقل حج مية خمسة وسبعين الف جنيه اضرب بقى من مية خمسة وسبعين الف أقل حاجة أوصل حضرتك زي ما انت عايز زي ما انت عايز ما هو بعد كده انت اللي عايز انت عايز تدفع بقى تروح حج بميتين الف بثلتمية بربعمية عايز صيرة خاصة تدفع لك ستتمية الف مثلا ولا انت حق انت تختار وبالمناسبة فيه يعني فيه بس يبقى ايه حضرتك لديك الرغبة اننا عايز حج خمس نجوم وربنا يديك ويكرمك هتلاقي ادفع زي ما انت عايز عايز سافر في طائرة خاصة تاخد عشر أفراد تاخد اتناشر تاخد تلاتين انت حر كله موجود كله موجود وتروح وربنا يعني يكتبها للجميع يا رب فلما تشوفها زي الأسعار لانه طبعا الدنيا تغيرت سعر الصرف تغير الريال النهاردة بقى بسعرين كتار يعني بقى كتير قوي امام الجنيه فده فرق في اسعار الحج واسعار العمرة يعني عمرة شعبان وعمرة رمضان وعليكم بقى الف خير ارقام فلكية ايضا وزي ما بقول لحضراتكو كده امام يعني ناس كتير تطلع عمرة لأيام دي ومساعة يعني فتحوا والمملكة رفعت كل اجرات فبقى فيه اقبال كتير على العمرة وخاصة في ظل ارتفاع اسعار الحج هيبقى العمرة كمان عليها ضغط اكتر